مختار الاختيار من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتية الاختيار يعني له أن يفعل وله أن لا يفعل بعض الفلاسفة تصوروا أن الله سبحانه وتعالى علّة بالمعنى الفلسفي والعلّة يستحيل أن تنفك عن المعلول يعني يستحيل أن توجد نار من غير حرارة فكلما وجدت النار وجدت الحرارة لن فكاك بينهم ونعم النار هي علّة للحرارة فعلّة ومعلول لكن العلّة إذا وجدت المعلول يوجد النار فاعل بالاضطرار يعني هي تولّد الحرارة لكن ليس باختيارها أن توقف الحرارة من نفسها وهكذا سائر العلل هؤلاء الفلاسفة زعموا أن الله سبحانه وتعالى علّة لهذا الكون فإذا كان علّة العلّة يستحيل أن تنفك عن المعلول فإذن كل هذه الموجودات أزلية نعم الله خلقها لكن كالحرارة بالنسبة إلى النار فجعلوا الله والعياذ بالله فاعل بالاضطرار والنتيجة ذلك أنه ليس بمختار فلذا يأتون ويؤولون كلمة المختار يعني نفس المجبور لكن يستعملون لافض المختار ويفسروه بالمجبور وهذا إن التزموا بلوازمه بالطريقة التي ذكرناها هو يؤدي إلى الكفر لذلك ابتدعوا اصطلاح سموه القديم الزماني يقولون الله سبحانه وتعالى قديم ذاتا لأنه هو العلّة العالم قديم زمانا يعني هو من الأزل أيضا موجود لكن هو معلول للعلّة فهذا اصطلاح القديم الزماني يراد به هو هذا يعني الزمان الله خلقه قديما وخلق الأشياء قديما أيضا لا بداية لها هكذا يكون كما أن الله أزل يزعمون أن المخلوقات أيضا أزلية ولكن في درجة المعلولية هذا معناه هو الإجبار والإضطرار وعدم الإختيار ويستلزم توالي فاسدة كثيرة ولذلك يقولون أن الأشياء كلها حتى الأشياء المعدومة في الماضي الأشياء اللي في المستقبل كلها من الأزل كانت موجودة وستكون موجودة دائما ويذكرون لذلك مطالب خطابية وشعرية سخيفة جدا واحد يستغرب أنه كيف مجموعة من العقلاء بسبب ابتعادهم عن منحج الواحي وصلوا إلى هذه الكلمات الغريبة جدا الذي هي بطلانها من البديهيات لكن صوروا لها صور عقلية ومنطقية وبرهانية وزعموها حقائق اشتركوا في القناة